يوم تحسيسي وتوعوي قادته جمعية راديوز بالمركب الجواري رقيق عبدالقادر بولاية وهران ظاهرة العنف في الملاعب الوطنية كانت محورا للنقاش والتحاور وبحضور ممثلين عن الأندية وعائلات الأنصار ووجوه الرياضية أكد قاد الشافي المسؤول الأول عن الجمعية بأن الظاهرة أخذت أبعادا خطيرة وعلى المجتمع المدني المبادرة بتوعية الشباب لوقف زحف هذا الخطر الفتاك مشيرا في الوقت ذاته إلى المجهودات الجبارة المفذول من قبل اللواء عبدالغاني هامل المدير العام للأمن الوطني أولا بالمناسبة نحيي القرار المدير العام للأمن الوطني وعلى رأسها اللواء سيد عبدالغاني العامل فيما يخص قرار العودة التدريجية لأفراد الأمن الوطني في تسيير مقابلات بداية من الجولة القادمة لازم هذه الصور نشوفهم في لقاءات المنتخب الوطني نشوفهم في لقاءات بطوة القسم الوطني أول نشكر السيد عبدالغاني هامل على المبادرة الجميلة والرائعة اللي دارها هو عودة الشرطة إلى الملاعب لخاطر عودة الشرطة إلى الملاعب تساعدنا في الحفاظ على الأمن لولادنا وشبابنا اللي رأي جاي للدنيا نطلبوا مثل هذه المناصرين اللي لم يشجعوا في الفراختهم يكونوا عندهم روحة رياضية عالية سواء مثل هواك ولا بد مثل كان فارق يربح وفارق يخسر وفارق يتعادل توعية الشباب الروح الرياضية نبذ العنف في الملاعب نقاط كانت صلب نقاش في لقاء جمعية راديوز التوعوي وكالعادة سباقة هي راديوز في نشر هذه الأفكار واجبا على الأنصار التحلي بروح التسامح والأخوة وقبول ثقافة الفوز والخسارة